من فواضل الأعمال أيها الأحبة الابتسامة إن ديننا الإسلام جعل الابتسامة صدقة من الصداقات يؤجر عليها من يلتزم بها إنها هي مفتاح القلوب المغلقة إنها تحبب الناس فهل تريد أن يحبك الناس؟ وهل تريد أن يحترمك الناس؟ فعليك بالابتسامة أخي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم